بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الحادي عشر المصار الأدبي أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان الوطن العربي قبل الحرب العالمية الأولى الجزء الرابع في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن أولا أن يفسر احتلال فرصة فرنسا للجزائر عام 1830 ثانيا أن يوضح أسباب احتلال فرنسا لتونس عام 1881 ثالثا أن يستنتج المقاومة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي عام 1881 خلال استخدام مفتاح الخريطة استنتج الدول العربية التي وقعت تحت الاستعمار الفرنسي أحسنتم أبنائي نجد أن تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، وجيبوتي كل هذه الدول وقعت تحت الاستعمار الفرنسي ودرسنا اليوم عن الاستعمار الفرنسي للجزائر كانت الجزائر تحت الحكم العثماني المباشر منذ عام 1518 ثم أصبحت دولة مستقلة في عهد حكم الدايات في الفترة من 1671 وحتى عام 1830 مع التبعية الإسمية للدولة العثمانية ولكن ما المقصود بحكم الدايات؟ الداي لقب تركي حمله حاكم الجزائر أثناء الحكم العثماني بدءا منذ عام 1671 وحتى عام 1830 وكان الداي يستمر في الحكم طوال حياته دون أن يكون له الحق في تعيين من يخلفه وقد عرفت الجزائر خلال حكم الدايات استقلالا نوعيا عن السلطة العثمانية المركزية وآخر ضايات الجزائر هو الضاي حسين والآن مع الهدف الأول أن يفسر الطالب احتلال فرنسا للجزائر عام 1830 قامت فرنسا باحتلال الجزائر لعدة أسباب ومنها رغبة فرنسا في تعويض ما فقدته من أراض من مستعمرات العالم الجديد نتيجة للصراعات والحروب ثانيا جعل الجزائر سوقا لتصريف المنتجات الصناعية الفرنسية واستغلال الموارد الاقتصادية للجزائر ثالثا الاستفادة من موقع الجزائر الاستراتيجي وقربها من فرنسا لتكون قاعدة للتوسع الفرنسي في أفريقيا عزيز الطالب أجب عن النشاط التالي استخرج الأسباب الصحيحة لاحتلال فرنسا للجزائر من الأسباب الغير صحيحة من القصاصات التي أمامك مستعينا في ذلك بالكتاب المدرسي صاد 41 أحسنتم أبنائي الأسباب الصحيحة لاحتلال الفرنسي للجزائر هو رغبة فرنسا في تعويض ما فقدته من مستعمرات وأيضا جعل الجزائر سوقا لتصريف الانتاج أيضا الاستفادة من موقع الجزائر الاستراتيجي أجب عن السؤال التالي بما تفسر الاحتلال الفرنسي للجزائر أحسنتم أبنائي رغبة فرنسا في تعويض ما فقدته من مستعمرات جعل الجزائر سوقا لتصريف الانتاج الاستفادة من موقع الجزائر الاستراتيجي هل تعرف عزيز الطالب ما هو السبب المباشر لاحتلال فرنسا للجزائر هو ما يعرف في التاريخ باسم حادثة لطمة المروحة حدثت مشادة في اجتماع بين الضاي حسين حاكم الجزائر مع القنصل الفرنسي نتيجة مماطلة فرنسا في تسديد ديونها لصالح الجزائر حيث أشار الضاي بمروحة في يده على وجه القنصل عرفت تاريخيا بحادث لطمة المروحة عام 1827 وعلى إثر ذلك خرج الأسطول الفرنسي من ميناء طولون وحاصر السواحل الجزائرية وطلب القائد الفرنسي من الجزائر عدة مطالب أولاً تقديم اعتذار لفرنسا ثانياً إعادة سفن بابا روما ثالثاً الاعتراف بفرنسا الدولة الأولى بالرعاية في الجزائر رابعاً تخل الجزائر عن الديون المستحقة على فرنسا وقد رفضت ضايح سين هذه الشروط لأنها مجحفة وأنها ذريعة لاحتلال الجزائر فدخلت الحملة الجزائر واحتلتها عام 1830 رغم مقاومة أهلها وطردت فرنسا الحامية العثمانية وعاشت الجزائر في نضال ضد الفرنسيين أكثر من 130 سنة أجب عن السؤال التالي استمتج من النص السبب المباشر لاحتلال فرنسا للجزائر أحسنتم أبنائي حيث أشارت ضايح سين بمروحة في يده في وجه القنسل الفرنسي ثم رفضه الاعتذار وتنفيذ شروط فرنسا المجحفة السؤال الثاني ما رأيك في موقف الضايح سين من قنسل فرنسا؟ أحسنتم أبنائي موقفه صحيح لأن فرنسا كانت سوف تهاجم الجزائر أما حادثة لطمط المروحة ما هي إلا ذريعة لشن الهجوم أرسلت فرنسا حملة بحرية عام 1830 لاحتلال الجزائر لكنها لم تستطيع التوغل داخل الجزائر بسبب شدة مقاومة القبائل الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري فحشدت فرنسا المزيد من القوات واستطاعت هزيمة الأمير عبد القادر الجزائري ولكن المقاومة الجزائرية استمرت ضد الاحتلال الفرنسي ثم أصدرت فرنسا مرسوماً عام 1881 بإلحاق الجزائر إدارياً لفرنسا واعتبارها جزءاً من فرنسا أجب عن السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي وقعت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي عام ألف ألف وثمانمائة وعشر باء ألف وثمانمائة وعشرون جيم ألف وثمانمائة وثلاثون دال ألف وثمانمائة واربعون أحسنتم أبنائي الإجابة الصحيحة ألف وثمانمائة وثلاثون قادة المقاومة في الجزائر عام ألف وثمانمائة وثلاثون ألف محمد إمزيان باء عمر المختار جيم عبد العزيز الثعالبي دال عبد القادر الجزائري أحسنتم أبنائي الأمير عبد القادر الجزائري والآن مع الهدف الثاني أن يوضح الطالب أسباب احتلال فرنسا لتونس عام ألف وثمانمائة وواحد وثمانون أسباب الاحتلال الفرنسي لتونس بعد أن بسطت فرنسا سيطرتها وأحكمت قبضتها على الجزائر كان طبيعيا أن تتجه أمرارهم إلى بقية المغرب العربي فتجهت إلى احتلال تونس ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وهي أولا استكمال الإمبراطورية الفرنسية في شمال إفريقيا ثانيا موقع تونس الجغرافي لقربها من السواحل الأوروبية تأمين حدود ممتلكاتهم الاستعمارية في شمال إفريقيا ثروات تونس الاقتصادية وخاصة الزراعية أجب عن النشاط فكر واستنتج صفحة 43 ما أوجه الشبه بين أسباب الاحتلال الفرنسي لكل من الجزائر وتونس إجابة صحيحة أبنائي أوجه الشبه الاستفادة من موقع الجزائر الاستراتيجي وقربها من فرنسا لتكون قاعدة للتوسع الفرنسي في إفريقيا وكذلك نجد نفس السبب بالنسبة لتونس موقع تونس الجغرافي لقربها من السواحل الأوروبية تنافس على احتلال تونس ثلاث قوة استعمارية أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكان هذا التنافس لتحقيق مصالح اقتصادية والحصول على امتيازات داخل تونس ولكن حدثت تسوية بين كل من فرنسا وبريطانيا حيث قبلت بريطانيا احتلال فرنسا لتونس مقابل اعتراف فرنسا باحتلال بريطانيا لقبرص فجهزت فرنسا حملة برية وبحرية لاحتلال تونس واستطاعت فرض معاهدة بوردو على الباي محمد الصادق ووضعت تونس تحت الحماية الفرنسية عام 1881 تتبع معي على الخريطة ظروف احتلال تونس في البداية تنافس على تونس ثلاثة دول هي إيطاليا موقحة على الخريطة بريطانيا وفرنسا وبريطانيا حدثت التسوية بين كل من بريطانيا وفرنسا وبمقتدى هذه التسوية قبلت بريطانيا احتلال فرنسا لتونس مقابل اعتراف فرنسا باحتلال بريطانيا لقبرص فجهزت فرنسا حملة برية وبحرية واحتلت تونس عام 1881 أجب عن السؤال التالي بما تفسر الاحتلال الفرنسي لتونس أحسنتم أبنائي موقع تونس الجغرافي لقربها من السواحل الأوروبية ثانيا تأمين حدود ممتلكاتهم الاستعمارية في شمال إفريقيا ثالثا ثروات تونس الاقتصادية وخاصة الزراعية بما تفسر موافقة بريطانيا لفرنسا على احتلال تونس لقد حدثت تسوية بين فرنسا وبريطانيا وبمقتضاها قبلت بريطانيا احتلال فرنسا لتونس مقابل اعترافها باحتلال بريطانيا لقبرص والآن مع الهدف الثالث أن يستنتج الطالب المقاومة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي عام 1881 المقاومة التونسية هب الشعب التونسي منذ بداية الاحتلال مداثع عن حرية بلاده واستقلالها فتمثلت المقاومة التونسية في اتجاههم الثورة التونسية حزب تونس الفتاة الثورة التونسية والتي تزعمها علماء الدين أما حزب تونس الفتاة الذي نادى بالاستقلال ووحدة المغرب العربي أجب عن السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي تمثلت المقاومة التونسية في اتجاههم الثورة التونسية وحزب ألف تونس الحرة باء تونس الفتاة جيم تونس الخضراء دال تونس الأبية أحسنتم أبنائي حزب تونس الفتاة الغلق الختامي للدرس بما تفسر الاحتلال الفرنسي للجزائر أحسنتم أبنائي رغبة فرنسا في تعويض ما فقدته من مستعمرات ثانيا جعل الجزائر سوقا لتصريف الإنتاج ثالثا الاستفادة من موقع الجزائر الاستراتيجي بما تفسر موافقة بريطانيا لفرنسا على احتلال تونس لقد حدثت تسوية بين فرنسا وبريطانيا وبمقتضاها قبلت بريطانيا احتلال فرنسا لتونس مقابل اعترافها باحتلال بريطانيا لقبرص قادة المقاومة في الجزائر عام 1830 ألف محمد امزيان با عمر المختار جيم عبد العزيز الثعالبي دال عبد القادر الجزائري أحسنتم أبنائي الأمير عبد القادر الجزائري أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته